شكرا فلم شكرا بس انا عندي حلم عايزك فضل فضل يعني اطلبه منك فضل على الهوى كده شوفوا حجم الرؤوس اللي يمتلكها الفلاحي مصر 2 مليون احنا عندينا اقوى 2 مليون وشوى بايس ال 2 مليون دول انا كنت كلمت في الموضوع ده قبل كده دكتور مصطفى وانا بقول للمصريين الكلام دوت والكل من مهتم سواء كانت يعني المجتمع المدني ومصر الخير وغيره وقلت قبل كده وفيه فرق من ان احنا نقول وان احنا نقدر نعمل ده وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين المواطن في الريف المصري اللي عنده راس ماشية من يعني اللي هي مش مش مطورة مش كده دي بتاكل اكل زي الاكل اللي بتجيبوا اه راس مماثلة لها تم تطورها يعني انا بقول كلام بسيط يعني وتشرب نفس الشرب بتاع دي بتنتج لحم تمانية من عشرة من الكيلو مش كده ولا تمانية كيلو سبعة تبانية لا في اليوم اه مش كده سبعة إلى تمانية كيلو طيب سبعة من عشرة يعني سبعة كيلو في اليوم في اليوم كويس والتانية بتنتج واحد ونص كيلو مش كده اه يعني بتنتج حوالي من تلاتين خمس تلاتين يعني في اليوم يعني يعني حوالي واحد ونص حوالي من الكلام واضح كلام واضح لنا كلنا كسامعين ان احنا بنأكل نفس الاكل ونشرب نفس الشرب وده يطلع لي سبعة تمانية وده يطلع لي عشرين تلاتين كيلو لحم في اليوم مش كده طيب الاتنين مليون دول لو تغيروا اتخذوا كلام نظري كلام ايه النظري اتخذوا الاتنين مليون دول ودينة للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده يبقى المليون دول يعملوا قد ايه خمساشر مليون كيلو ولا انا مش كده ده دي قيمة اديتت للفلاح حاجة اديته حاجة صح كده وخليته بدل ما هو الرصدي بتعمله مثلا الف جنيه ولا الفين جنيه بتعمله اربعة خمسة صح كده ازاي نعمل دي بتتعمل ازاي عايزين تغيروا حياة الناس مش ليكم انا بتكلم علينا احنا كلنا انا المواطن اللي بقى اللي باعرف ده وبجيب ااكل الراس المشيئة بتاعتي وهي في الاخر انتاجها حجمه معين وانا عندي دراس اخرى قد تكون اغلى شوية مش كده صح قد تكون اغلى شوية وقد تكون عبء بالدولار يا دكتور مصطفى عشان هتشتريه من بقى لكن ده برنامج ده ايه برنامج يا اهل الخير ياللي عايزين تعملوا عمال بر وعايزين ترفعوا وتحسنوا من حياة الناس هو عايزين تكون فاكرين فقط ان البر هو انك انت تدي حد يأكل او تعملوا مدرسة بس او حتى جامع لا البر كمان ان انا خلي المواطن ده بدل ما بيكسب له الف والفين اضعيف له الرقم مش كده ولا ده على مستوى الفرض على مستوى الدولة هو نفس حجم الاكل ونفس حجم الميا وضعها في كمية الانتاج مرة او مرتين معقول كده معقول طب ازاي اللي انا بدخل فيه يعني مع بعضنا يا دكتور مصطفى مش مرتبط بالانسان ليه لان الارض دي فضية الارض دي ايه فضية فالتفاعل مع البشر مش موجود يعني قوي برنامج بيتعامله وتتحطله موارده ويتنفذ لكن التعامل مع البشر مشكلة ازاي انا اقنعه ان اللي هو بيأكلها نفس الاكل واحدة مسيلة ليه هتاني قلت كلام ده بل كده بس انا بشرحه اكتر لان احنا لازم نعمله طب ازاي معرف طب منين دكتور مصطفى اللي موجودة انا كلمت على اللحوم ما كلمتش على الالبان ما كلمتش ايه الالبان بقى حاجة تانية خالص لو ده بيعمل سبعة تمانية كيلو برضو كده التاني بيعمل عشرين خمسة وعشرين ويمكن اكتر مش كده برضو صح فحتى انا بكلم مرة معالي وديزراء قال لي هفنم بس حنودي اللبان فين مش كده قلت لي كده قلتلك ما هو النهاردة فيه مصانع ممكن تتعامل للبان المجفف نوفر لمواطنين والاطفال بتونا انتاج ولما لعجب الحجم بيزيد سعره بي ايه بيقل لما الانتاج بيزيد سعره بيقل انا بعد ما كنت بأكل نفس الاكل تقريبا وبشرب نفس الشرب تقريبا زيادة شوية ولا حاجة بعد ما كنت بطلع سبعة تمانية كيلو الكيلو بكام بيت اطلع عشرين خمسة وعشرين ولو العملية يعني متنظمة اكتر ممكن يبأكتر من كده فالعائد زال يعني فالعائد نهاردة يبقى الاسر ديت انا بقول الكلام ده لجامعات الاهلية معرفش موجودة معانا ولا لا معرفش موجودة عاديين معانا ولا لا جامعات الاهلية موجودة معانا ولا لا طيب يعني القرمان ومصر الخير وكل من له بعف الموضوع انت بتدي له رسمة ساعة عاملة ازاي بتشتريها من السوق المحلي في الغالب صح كده؟ لكن اللي انت بتديه له دي مش هتغنيه مش ايه؟ مش هتغنيه مش هتغنيه انت عايز تزود دخله كويس لما استهدف يعني فيه حد يقول لي طب هم بياخدوا تبرعاتها دكتور مصطفى وبيشتري بها لهم على طوله ايه؟ ويتصرف فيها ماشي طب هو ممكن قوي وهو بيشتري وانا بقولها على هوى للناس اللي حتتبرع لان بعضهم يقول لك ايه؟ لا انا عايزه ياكل ده صح ده هدف نبيل عظيم جدا لكن انا اقدر بتطوير الفكرة احسن اكتر من كده اكتر من انا اوفر الوجب والوجبتين هدهم له ويتصرف بيه بان انا ادي له راس او اتنين من ده انا غيرت له حياته؟ لا صحيح لو اديت لمواطن اتنين راس ماشية من دول اوغالين واكتير طب الدولة ممكن تدخل في الموضوع دكتور مصطفى؟ تدخل وزارة التضامن بنطلع تكافل وقرامة وبنطلع ده ما بقولش ان احنا نوقف لا لا لكن نطور البرنامج يبقى مع الجامعيات دي ايه اخش على الاسرة دي ايه اقول له انا حديك اتطمن ان هم عندهم قدرة على ان هم يديروا الموضوع كويس وادي له الراس او اتنين الراس او اتنين دول يبقى هو الدولة مع المجتمع المدني قدرت تغير حياة الناس بمنتج يزود انتاجه لمصر وخفت تكلفة هذا الانتاج لان انا بالطريقة العادية اللي انا بعمل بها دي بأكل بنفس الطريقة وبشرب بنفس الطريقة والكمية اللي بجيلي كمية مش كتير ثم اغير حياة الناس لما انا النهاردة لو قلنا اتنين مليون راس ماشية يعني مثلا ممكن يكونوا موجودين مع مليون اسرة مثلا مثلا او مش كده متوسط او متوسط اتنين او تلاتة او يعني خلينا نقول لي اتنين مليون اسرة يبقى انا حقدر احول حياتهم اضعف لهم دخلهم بالطريقة دي ولا انا بقول كلام انا مزبوط اقدر لا مش مزبوط انا عارف انه مزبوط انا مزبوط